تصاعد استخدام الإسبان للألواح الشمسية مع ارتفاع أسعار المحروقات وأصبحت الألواح الشمسية توفر من 50 إلى 80% من الطاقة التي تحتاجها العائلة ولم يشهد الاستهلاك الشخصي إقبالا في إسبانيا كالمسجل حاليا مدفوعا بأزمة طاقة ناجمة عن الحرب الأوكرانية من جهة وبالمساعدة المرتبطة بخطة تعافي الأوروبية هل ينجل فحم ألمانيا وسط أزمة طاقة غير مسبوقة؟ أوروبا التي قطعت شوطا كبيرا على طريق التنمية والتحول إلى الطاقة النظيفة بل ودعم التحول لها في دول العالم الأقل نموا قد تعود إلى هذا الوقود التقليدي أكثر بلدان أوروبا تعود مجددا إلى الفحم الذي قاد ثورة القارة الصناعية بنهاية القرن الثامن عشر حيث تتجه ألمانيا إلى تعزيز اعتمادها على الفحم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة طاقة غير مسبوقة على حساب أهدافها المناخية الطموحة وبحسب وكالة بلومبرغ عززت برلين من حرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية بأسرع وطيرة خلال ست سنوات كما تستعد لتكون واحدة من الدول القليلة التي تزيد من واردات الفحم العام المقبل الفحم وقود رخيص نسبيا ولكنه من أشد مصادر الطاقة ثلويثا للبيئة وعاد يلفط الأنظار وسط سعي البلدان إلى منع ارتفاع تكاليف الطاقة من التسبب في انهيار اقتصادي أزمة طاقة حادة في أوروبا خلفها تقلص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إثر العملية العسكرية في أوكرانيا في هذا الإطار تسعى ألمانيا جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الأولوية قصيرة الأجل المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة والهدف الأطول أمدا المتمثل في الوصول إلى الانبعاثات الصفرية وحتى تتجاوز الأزمة أعادت برلين مؤقتا تشغيل بعض محطات الفحم التي كانت متوقفة وكالة الطاقة الدولية من جانبها رأت في أزمة الطاقة عذرا لإعادة استخدام الفحم قائلة إن الحكومات تضطر إلى خيار توفير الطاقة مقابل تقليل انبعاثات الكربون